اشتركوا في القناة 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 بنا اذا فوت على الساعة 6 ما بنصح. بس اكيد نحنا بننصح انو شخص ما نفوت كتير كالوريات بالليل لان هو منو بحاجر الانيرجي. سمعني يا حلو. لا. هلا. بالنسبة للقديم بده يأكل بعد التدريب. هون كمان ما نميز. اذا شخص بده يبني عضلته اكيد مجبور يأكل وخاصة يكون فيه بروتيين بالاكل. والاهم من البروتيين بعد الكاربس. لانو نحنا وقتنا نتدرب نخسر كتير كاربس من جسم نوم. وبالتالي بده نعوده بعد التدريب. وهون في هيك تروك صغيري او بدي اقول له انو نحنا من بعمل نتدرب اول مصصاعة كتير مهمة. بهيدا المصصاعة مجبورين نفوت كاربس وبروتيين تمشين نبني عضل. هلا اذا شخص بده يضعف او بده ما عنده هم يعمل عضل. هون فيه ما يأكل بعد التدريب بس يكتفي مثلا بشي كتير بسيط مثل موزة او شوية ناطس ويكون اناف لالو. انا عم نحكي عن البروتيين فيه كمانا ناس بيفهموا كونسبت غلط انو البروتيين شيكس بيفيدو وبيعطوهم انرجي اكتر وبيستفيدو انو يعملو عضلات. هل منقدر ناخد هول البروتيين شيكس او الهرمان الابر بشكل معتدل ولا لا لازم نتجنبوه؟ هلا هون اكيد بنا الميز بنا اتحكت لانو في العالم كتير كتير بيضيعوا بين البروتيين وبين الارمان او الابر. في كتير فرق. البروتيين هو شيء ليجل فيك تشريه من الفرماسية هو بروديو فرماسيتيك بنام الارمان هو شيء ليجل في كتير فرق. هلا هون ابدي اقول ما حدا يخاف انو احنا كترينرز بكتير الامات بيجو بيسألو اذا وليدو ناخدو بروتيين. اكيد كل شيء ناتشور الافضل بس اذا واحد اخد سكوب بروتيين بعد التدريب ما فيه ابدا مشكل فيه. لان هدا هو البروتيين هو نوع من البودرة في بقلبه بروتيين مثل مثل الحليب مثلا بودرة في بقلبه كالسيوم. هيدا بروتيين مناخدو بعد التدريب. اهم ما شيء ما نكون عم ناخد اكسي. يعني هون احنا ما نعمل اناليز للجسم يعني اجمال انو بيتدرب كتير اذا كان شاب كل كيلو بجسمه بدو 1.2 جرام دو بروتيين. يعني اذا واحد طنعتو اذا واحد وزنو 100 كيلو جرام بيديو ياخدو 120 جرام بروتيين. هلا في اخد بالسكوب اجمال الاسكوب بيجي فيها 30 جرام بروتيين في اخدو سكوب بروتيين والبقوة بياخدو من ولا الاكل. هلا هون بتقيلين اذا لم ما بياخدوهن كله من الاكل لانو صعب ياخدوهن كله من الاكل لكذا سبب. أول شي، إذا بديو ياخد كل هالكمية من الأكل، الكوست طبعه كتير عالي يعني إذا قلنا، إذا قلنا له للشاب كل خمس سفاين بتصير الكوست عليه عالي أو 8 بياض أو 8 حتى بديك أكتر وبلاس غير هيكي، البروتيين اللي تخدين من الحيوان في قلبه كتير فات وهون يا شخص، أوكي بيكون مثلا بدو 100 جرام دي بروتيين، إذا أخدون كله من الأكل، رح يعمل فات، بينما البروتيين الباودر بيجي 0 فات هون الفرق يعني، بس هون برجع بإليك أهم شي ما نضيع بين البر أو الهرمونات، سهون ما حدا نخاف عن موضوع البروتيين لأنه هو شيء ترى في الوقت نسمع أنه صار معه شيء أكسيدنت من وراء الهرمونات اللي عم يخدون الكبار هون عندهم كتير مشاكل، بيعملوا نفخة بالقلب، يعني بصير فيه بيوقف القلب، بيعلوا كتير الكوليسترول، بيعملوا كنسر، بيشتغلوا عن موضوع البروستات، بينزعوا يعني كذا الشغل هلا شو هو وزن الأتقال اللي لازم واحد نسبة عن عمره لوزنه أنه يحملها الويت لأنه منشوف أنه بالنادي الشباب بتفوت بتلاقيه حامل شي خمسين كيلو ويت ومنه قادر يعني رح تقلق بأنه شو قف بريستيج أنه أنا يبا قادر أنه أحمل هالأتقال فيه نسبة معينة للوزن لازم من التابعه؟ أكيد فيه نسبة، وهون دور واحد يكون عم يتابعه حضن أخصائي هلا أكيد مشكلة العالم قدرتها تعني حكيه لوجيك، مشكلة العالم قدرتها تحت برسوني ترينير، بس بالقليلة أول دو أو ثلاثة ساشنز يكون فيه حضن عم يتابع الشخص إذا هو ما كان عنده إلمان بالرياضة هلا هون ما نبعد عن شي اسمه شو قفت ما انت قلت أو شي ما نسميه إيجو ترينيج، إيجو ترينيج وإذا يروح الشاب على الجيم حط أوزان كتير عالية تيفرج غيره قده هو عم يشيل، هون بيأذي حاله هلا الوزن منه مهم بأهمية قداش الإجزيكيسيون أو كيف نحنا عم نعمل الإجزيكيسيون طبعا الحركة بطريقة مضبوطة يعني أنا هون فيه عنا، بكم نبلش بالصور خلينا شوي نحكي عن المشاكل اللي منواجهها بالخطاء مثل هيدا الصورة اللي قطعت قبل شوي، هيدا مثلا كتير مهمة هون إذا متشوف بأول صورة اللي مترحة فيه الإيكس الأحمر هون شخص عامل ظهره أو الكولون فرتبرال، السنسة ظهره متعوجة، وهيدا بتأدل لكتير كتير مشاكل أهم شي برياضة يكون الظهر جاليس، تمشين ما الخارزات يعملوا بلجنج أو بلحنا الديسكي بين الخارزات يعمل بلجنج يطع لبرا، وبيصير في عنا مشاكل كتير كتير أسية خلينا شوف بهيدا الصورة، شو بيكون هون عم بيشغل عضلات ظهره أو معطب؟ لا، هيدا الحركة هي تيشغل عضلات الصدر، مترح ما فيه إيكس إذا بتلاحظ كعب ظهره معلّة، جعنا لذات البرانسيب اللي هو نحنا ودكونا عم نشتغل بدي يكونوا عالطول السنسلة جالسة ممنوع تكون فيها إنحناء لقدام أو لورا خلينا شوف هيدا الصورة كمان إذا بتلاحظوا أنت هون مراكزين على الظهر وهذا الشيء أساسي، كمان منلاحظ من راحوا في إيكس، هيدا الشخص عم يحمل أوزان بطريقة غلط عم يزع على ورق طاعش ظهره، لازم عطول تكون بميوترال بوزيشن، يعني الاسباين أو الكولون فرتبرال أو السنسلة الظهر، بتكون عطول جالسة، ما يكون عندنا مشاكل هون في دموزل، عم نعمل بوش اوب، كمان عندها فوم وفما بالظهر من تحت، هون بدو قول شغلي باتريسيا كتير في مشاكل بالظهر من تحت، وهيدا الشيء بيزيد إذا عم نعمل رياضة بشكل مش مظبوط متما شفنا بالصور، إذا حصت الصور اللي إنتوا حطيتون أكتريتون مراكزين على السنسلة الظهر من تحت أو على اللومبير هون ما شوف كأنه الركبة بأول واحدة بمفوتها لجوة هيدا كمان مشكلة العصر هن اتنان، الوجع على الظهر والركب، خاصة عندي السيدات هايشي اسمه لنجز، هيدا لنجز ممنوع برياضة وقتها نعملها تكون الركبة سابق أصابيع الإجران، يعني مبعرف إذا فين يخدونها، هيدا ركبتي أنا وقتها بتانزل سكوات أو لنجز، ممنوع تسبق أصابيع، أوك ممنوع هون إذا أنا عم بنزل ممنوع تسبق أصابيع الإجران، حتى الشخص إذا بالبيت عم بيتلم المدام ما صامشيه عن الأرض، وأطبع ترفيس، ممنوع الركبة تسبق أصابيع الإجران لأنه في عندي كون الليجامون كروزي، هيدا بيصير في عنده اوبرستراتشنج اذا صار في اوبرستراتشنج بيصير فينا عنا كتير مشاكل من بعضها والعلاج صعب خليشوف هيدا الحركة اي اوكي هون عم يعملوا حركات معدة هلأ كمان ذات الشي اذا بتلاحظه بمطرح ما فيه الاكس فوق معلق دهره بس مش مبين لأنه حاطة ايده كمان بدي يكون عطول الدهر لازع على الارض والرقبة على الارض ما حدا بتعمل هو الحركات يعلي رقبته لفوق اوكي هلأ شو اكتر نقطة معينة مثلا بقوله فينا نضاعفة هل فينا نضاعف منطقة معينة بسبار اوكي هيدا كمان السؤال كتير بيطرحوا علينا خاصا السيدات بيجوا بقولولي انا بدي بس شيل فات من ايدي من هون او من البطن هون جوابنا انه ما فينا نشيل فات من منطقة معينة بجسم انت شيل الفات بنا ننزل total body percentage يعني ادي انت عنديك فات بجسميك ما ننزله كله وبالتالي يبلش يروحوا الفات يلي متراكمين بالمعدة او بالقرمز او نحكي عند السيدات وهلأ هون بدي يقول شغلي انه الرياضة متل ما قلنا قبل شوي بده تكون عم تنعمل بكونديسيون معينين يعني اذا واحدة بيت تحرق فات بده تمشي متل ما قلنا نص ساعة على فرد سحبة وبيدقية قلب بطريقة معينة هون التراينر دوره يعمل منوترينج ويشوف قديش دقت قلبه فيه ساعات تركب باليد لانتكون عم تحرق فات وهون فينا نفوت بشغلي انه في كدير ناس عندها فات منشوفهم عم بيعملوا كدير وقت عضلات حركات تابول المعدة هون منقول انه الفات بجسم ما بيروح بالإجزرسيس بيروح بهول كونديسيون الثلاثة الانهون قبل بس كتير مهم نعمل مسكولاسيون اذا كان في فات بالمعدة ليه لانه منشد العضل او اذا هون كمان منشد العضل وبالايروبيكس او بالكارديو ان كان على التبير او على الالبتكل بهول نحنا منكون عم نحروفات بما انو عم نحكي عن العضلات هل العضل بيقدر يتحول لضهون او هل العضل مثلا بيرتخى اذا وقفنا سبور وبعد قده ببلش ارتخى هون كمان بدنا نوضح شغلي انه العضل او بالاحرى الشحم ولا ممكن يتحول لعضل مشان هيك ما حدا يقول انا ناصح لازم نزل وزنه ارجع ايجي اعمل سبور لانه هون هول دو تسو كل واحدة شكل يعني العضل هو تسو والكوش طبع الفات تسو تاني يعني الاشخاص يلي عندهم او اوباز حتى زي ما نقول وعندهم كتير شحم بجسمهم ما يخافوا يروحوا يعملوا رياضة لانه هيدا الشحم ما بيتحول لعضل نسمع كتير اشخاص بيقولوا معقول هيدا الشحم يقصى على رياضة ما نعود نشيله لا بالعكس كل ما عملنا رياضة كل ما الشحم ديب لانه والعضل يلي من ربيه تحت هيدا الشحم وتسير في عنا عضل اكتر هيدا العضل بيتنفس وبيتحرك بيخلي الفات يدوب اكتر هلا التاني بارتي من سؤالك انه اذا العضل برجع بيروح العضل اكيد اذا ضلينا مادة طويلة بلا تدريب بيخف ما بيروح وهون الاهمية الاشخاص يلي عالطول من لهم خاصة للسيدات من لهم ما تروحوا بس تعملوا دانس او بس تعملوا زومبا او ايروبكس لانه هول بتحرقوا فيهم فات بالتالي وتتوقفوا هالكلاسز ترجعوا بتردوا لانه مربيتوا عضل معنى ماذا عملتوا مسكولاسيون لو وقفتوا العضل بيضلوا موجود وهون اهمية المسكولاسيون دا السيدة هل لازم واحد حم يعمل ايشوف ما قبل ما يبلش سبار ؟ يمكن بعد ما تخلصوا التمارين ليرخوا العضل خلينا شوية نميز بين التحماية وبين التحماية هون كتير كمال اشخاص بيخلطوا بين التحماية يعني منشوف شخص فات على النادي اول شي بلاش يعمل بتسألي شو عم بتعمل بيقلك عم بعمل ايشوفون خلينا نفرج للمشاهدين الصورة طبع الستراتشنج اوكي هون من نميز بين الورم اوب او التحماية وبين الورم اوب هو بيصير وتنعلي حرارة الجسم شي بسيط وبالتالي ما بتعلي حرارة الجسم لا مش هيدا هيدا الفات برنور نحكي عليها بعد شوية في الستراتشنج الصبيع اللي عم تعمل سبار اوكي هون الان اشي اللي بدي اقوله انو نحنا اذا ما نحمي جسمنا ما فينا نحميه بالستراتشنج انا اذا فتت ومغطي دي لفوق او عملت رقبت يمين وشمال ما بيحمع جسمي بدي حرك عضلة كبيرة بجسمي مثل الليكس مثل الفقد اوكي او منمشي ماشي سريع او منعمل شوية جومبينج وهون ما في وقت معيه انا ما حدا يجي يقول لازم نعمل ستراتشنج 10 منتس لنحميه لأ او هون منشوف وتنبلش نحس شوية صغيرة عرقنا مثل هلأ او عالية شوية حرارة جسمة والستراتشنج بنعمله تنجلس البوستير طبعا الجسم اذا انا عندي التواق بالكتف القدام بعمل ستراتشنج لورا او حتى بعمل ستراتشنج العضل تنمده لانه دورنج زي داي الموسك بصيرها كورسي بيصغر انا هلأ اذا قاعد هايك هيدا العضل بيصغر سو انا معملو ستراتشنج تمده هاي الفرق خلينا شوي نحكي عن الشورت الفات بيرنر الصورة المرأت الصورة اللي هلأ مرأت من شوي هل بتفيد انه نحرق الدهون ولا لا اوكي هلأ هولي كمان منشوف اشخاص لابسين هولي الشورتس او يلبسوا مثل مسمون سونا صوتس او هالخبار اكيد هولي ما بيفيده ابدا لانه هو بيكون عم بيخسر مي ونحنا لازم نعمل بالعكس احنا لازم نعمل رياضة ليش بتقول لازم نعمل رياضة بكونديسيون مثلا ما يكون في كتير شو بيكون في شوي التمبراتور بدا تكون مديرات نبشي ما نخسر مي لانه هولي بس بيخسروا مي واذا فتنا بمرحلة او نشرف جسمنا هيدا شي كتير خطير وبدنا حوالي ثلاثة او اربعة ايام تنرجع للمعدل المزبوط الماء اللي بقى الجسم سو بليز ما حدا ينبسون هول نحنا عم نخسر بس ماء لانه هو الفت ما بيدوب يعني مش العرق اللي منشوفه على جسمنا هيدا هو الفت هو الفت بيدوب بالنفس يعني هي موليكول يعني نحنا ناكل اكسي بروتيين او اكسي كاربوهايدريت بيصير في عنا متل كومباوند اسمه تريكليسيريد هيدا هو الفت هيدا ما بيدوب تندوب وما نفوت كربون على جسمنا او وطنا نعمل له انلوك نحن وطنا نتنفس هيدا بيروح بالنفس والفت بيروح بالنفس مش بالعرق يعني مش بالسيكريسيون هيدا كمان لازم نعرفها يعني وهل الفات بيرنر كمان بيفيدو ولا لأ لازم نتجنبون هن بأكيد بيفيدو هن بيشتغلوا على ما بيقزو يعني بلا بيقزو بشيه هن بيشتغلوا على طريقتين اول شي بيعملوا كودابتية يعني بيقطعوا الابلية هون الشخص بيضعف وبعلو شوية صغيرة حرارة الجسم وبالتالي الشخص كمان بيضعف هل هن بيقزو اكيد الشخص عنده ضغط عنده سكري عنده امراض قلب ممنوع منع بطن يقرب على الفات بيرنر اذا شخص عادي ما عنده مشاكل نحن بنقول افضل ما ياخدوه بس اذا اخدوهن لمرة واحدة اذا اخدوهن لمرة واحدة اكيد ما فيه مشكل لابل بينبسط بالرزولتان ونشوف حالو بنزل الوزن اوكي بدي اتشكر حضورك ادي معنا بالبرنامج وهيك بتكون خلصت فقرتنا مشاهدينا عن الرياضة لهون بتكون خلصت حلقتنا ملتقانة معكن كل يوم من الثاني للجمعة باعادة ساعة ستة المساء وما تنسوا تتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي Youtube Facebook MariamTV اللا معكن موسيقى